هل نحاول نلاقي مشكلة الموضوع عورة المدارس والتنزام المواطنين والمستيحة الداخلية؟ للأسف الخرار بيكون عكس ما الموضوع محتاجه أدي خبره مصر تقرر منع الاعتكاف تمنع مواقع الرحمن والاعتكاف في رمضان كلام جميل كلام معقول ما قدرتش أقول حاجة عنه معلش تسوري يعني يا كورونا بتيجي بس في الاعتكاف هو كام واحد بيعتكف في المساجد أصلا أنا شخصيا عمري ما اعتكفت في مجلس جدا لا شرف قدعي ولا حاجة بنكرها يعني بس يعني دي حقيقة كام واحد بيعتكف في المساجد؟ طب اللي بيعتكف في المساجد أكتر ولا اللي بيحضروا أفرح بدون كمامات أكتر ولا اللي بيحضروا حفلات بدون كمامات في الأسبوع اللي فات الحكومة تقرر عودة المهرجانات والفاعليات والأنشطة الثقافية والفنية يعني هل يجوز أن الناس تبقى مزدحمة داخل مصرح بتحضر حفلة فنية بينما حضرتك سيبهم ورايح عند حتة مسجد تقول ممنوع الاعتكاف فيه هل يجوز؟ هل يجوز الخبرين دول في بعض الأوقاف المصرية تمنع موائد الرحمن والاعتكاف؟ الحكومة تقرر عودة المعارض والمهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية من أين يا تأتة؟ من أين؟ إنما خلينا نشوف الفيديو ده قبل ما نروح لدكتور مصطفى جويش الفيديو إنقسام في رأي الشارع عن جدوى منع الأوقاف موائد الرحمن والاعتكاف في رمضان بسبب كورونا الرأي يعني ممكن لو فيه حتى موائد الرحمن يبقى فيه مثلا إيه مسافات يعني أنا مش أبقى معاك إن أنا أقولك الغيها بس عادي أنا أنا مخش مطعم دلوقتي يبقى فيه مسافات يبقى في موائد الرحمن فيه مسافات بيني وبيني اللي قاعد جنبي متر بدل ما هم يبقوا مثلا عشرة لا يبقوا عشرين ونوسع الأماكن والله هو عمل خير مش موضوع إن أنا مثلا أقولك إن ده روتين وإحنا بنحب جو رمضان بالموائد لا هو عمل خير يعني وإحنا تعودنا على كده الظروف وحاجات احترازية نعملها للدولة ودي ما تضرهش اكتباعات دي اللي عايز يدي حاجة يديها لها في البيت اللي عايز يدي بالنسبة لوزع معاك إن ده أخباستك إنما أنا بالنسبة لو عمالها عشان تجمعات ودي الفروض بإحنا بالدولة بتعرض عركات والظروف والدول التانية منصابة وكي ربنا يكرمنا نبقى كويسين يا هلساء بعضها وجودة نظر المشائخة اللي بيوزعهم للأوقاف بيفيدونا بكلام كويس فالكلام بيفيدنا برضو في شهر رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان وفي المواسم بزاد عن كده إن احنا بنقول له لا متقدم مشكورا إن احنا عايزين المائدة تستمر واحد جاي من سفر جاي مثلا مروح حتى ما فيش في بيته حتى خلف بيته حاجات بسيطة هو واحد ربنا أكرم وقدله وابا يفتر بيها الله هو قرار كويس الموجة التالتة ربنا يسطرع على الناس كلها قرار صحي جدا نقدر نوجد القرار ده إن احنا نقدر نعمل بدل موائد والتجمعات ربنا يحفظ الناس نقدر نعمل الكلام ده عن طريق مثلا نبق فويل نقدر نوزحها على الناس نشوف الناس الأسر المحتاجة فقالا ودها لحد البيت لعك ما في ناس كتير غالبة بتاكل في ناس غالبة كتير بتاكل يعني أنت عايزة طلع حاجة لا عايزة طلع حاجة في ناس غالبة كتير بتاكل بتستمنى مثلا بتستنى اليوم دو ممكن نعمل مائدة ولتبع طيب خلينا إيه الحل؟ الحل يعني ممكن نعمل أي حاجة إنما الطب الوقائي بيقول حل تاني كويس طب الوقائي بيقول لقاح كورونا المصري متاح قريبا وانتهينا من التجارب السريرية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة